واحد بيقول ما المقصود بقول السيد المسيح عن مجيئة الثاني فينحزن يكون إثناني في الحق ليأخذ الواحد وإترك الآخر طبعا السؤال غلط لأن المسيح معلش العبارة دي عن مجيئة الثاني هو الموجود في مبتر 24 وفي مرقص 13 جزء من الكلام اللي قاله السيد المسيح نبوء عن خراب أوروشليم والجزء الثاني عن مجيئة الثاني فحكاية يكون إثناني في الحق ليأخذ الواحد ويأترك الآخر عن خراب أوروشليم مجزم يكون إثنتاني تضحنان على الرحة وحدة تموت وحدة تقعد كل دي عن خراب أوروشليم يعني لما القائل الرومان يطيب تستهجم على البلد ففي ناس استطاعوا يخربوا ناس ماتوا فأقول لك يؤخذ الواحد ويأخذ الواحد بقول لك اللي زع السطوح لا يرجع ليأخذ الشيء من فأقول كل دي عن مجيئة الثاني مش أسف مش عن مجيئة الثاني كل دي عن خراب أوروشليم الجزء اللي عن المجيئة الثاني فيما بعد في آخر البسار اللي ينتهي بأبارة إن الشمس تضم والقمر لا يعطي دوءه ونجوم السماء الثاني وحينها يمسرون علامة ابن الإنسان في السماء دي ويرسم ملائكة بالآخر دي عن مجيئ الثاني فنص الإصاح عن خراب أوروشليم ونص الإصاح عني أنا المجيئ الثاني